اشتركوا في القناة طبعا عبارة عن سبع دورات أفقية وكان مجموعة رأسية 18 مجموعة رأسية يمثل لأريكو بيتريكاس حلقة وصل بين نقط ونقط بين حكتين بين الزواحف والطيور الزواحف والطيور اختلاط فضلات الحيوان بالمية يسمى تلوث بسمي تلوث بيولوجي بينما تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف يسمى تلوث كيميائي تحدث كافة الزواحر الجوية في طبعه طبعه مين التروبوسفير لأنها طبعا تحتوي على حوالي 75% من كتلة الغلاف الجوي بينما توجد طبعه الوزن في طبعه الستراتوسفير موجود على الارتفاع من 20 إلى 40 كيلو متر اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أي زرات العناصر التالية هي الأصغر حجما هنا زي ما احنا شايفين عندنا كربون 6-2-4 الاكسوجين 8-2-6 عندنا النيون 2-8 الماغنيسيوم 2-8-2 ده موجود عندنا فيه المجموعة 2-A المجموعة اللي هي الغازات الخاملة اللي هي مجموعة رقم 18 أو المجموعة السفرية عند المجموعة 6-A وده المجموعة اللي هي 4-A احنا عارفين بيسألنا هنا على مين بيسألنا هنا مين الأصغر حجم احنا عارفين الحجم الزر بالاتجاه من اليسار إلى اليمين اللي بيحصل له بيبدأ يقل معايا اللي بيحصل له بيقل معايا معنا كده الأصغر حجم هنا هيكون موجود في أقصى يمين الجدول طب مين اللي موجود هنا في أقصى يمين الجدول طبعا المجموعة المهين السفرية اللي هو غاز النيون وبالتالي نختار كل مما يأتي من الغازات الدافئة ما عادة يعني فيه حاجة غلط اول حاجة غازي ميسان طبعا من الغازات الدافئة ما نفعش اختاره اكسيد النيتروز من الغازات الدافئة الاكسوجين طبعا ما لهش علاقة وبالتالي نختاره سنكسيد الكربون من الغازات الدافئة في التحليل لقهرابل الماء اذا كان حجم غاز حجم الغاز المتصعد عند المصعد 20 سنتيمتر مكعب الغاز المتصعد عند المصعد اللي هو غاز الاكسوجين واحنا عارفين غاز الاكسوجين بيكون نصف حجم غاز الهيدروجين لان عندنا النسبة بين الهيدروجين الى الاكسوجين الهيدروجين بيكون اتنين اما الاكسوجين بيكون واحد يعني معنا كده غاز الاكسوجين اللي هو بيكلمنا عليه بيكون نصف حجم مين نصف حجم غاز الهيدروجين فان حجم الغاز المتصعد عند المهبط يعني بيسألنا على غاز الهيدروجين وغاز الهيدروجين بيكون ضعف حجم غاز الاكسوجين يعني قده مرتين يعني هضرة برقم ده في اتنين يبقى عندي عشرين في اتنين بكام باربعين اربعين سنتيمتر مكعب ووضح المعادلة الكيميائية الموزونة ناتج امرار غاز القولور في محلول بروميد البوتاسيوم يبقى عندنا اول حاجة اللي هو القولور قولور الرمز بتاعه CL2 همرره في بروميد البوتاسيوم البوتاسيوم الواقي بروميد بي ار احنا عارفين القولور انشط من البروم والتالي هنا هيطرده يبقى عندي هنا اللي هينطرد اللي هو البروم بي ار تو وده هيدخل مكانه يبقى هيكون لكي CL تعالي نوزن المعادلة كده عندي هنا في اتنين CL هنا في واحد فحط نوع اتنين عندي اتنين كي هنا في واحد فحط نوع اتنين في اتنين بروم اتنين بروم كده المعادلة موزنة معي استخلق الكلمة او الرمز غير المناسبة عند هنا بي اي اربعة ان اي احداشر سوديوم سي ستة اه كربون عند ال ال اي اللي هو اليسيوم تلاتة لو احنا هنا شوفنا التفزيلة عندها ده اتنين واحد ده اتنين اربعان ده اتنين تمانية واحد وعند ده اتنين اتنين هنشيل من هنا ممكن طبعا عند هنا اشيل اللي هو كربون اللي هو السي والبادة عبارة عن مين عبارة عن عناصر فيلزية عناصر فيلزية كلها عبارة فيلزيت البندة الخرطيط طائر الدودو النسر الاصلة اللي عندنا هنا طائر مين طائر الدودو اللي غلط وعند البادة عبارة كائنات مهددة بالانقراط كائنات مهددة بالانقراط انما طبعا طائر الدودو ده انقراط السيليكون البرون الزرنيخ اليود هنشيل مين هنشيل اليود وكل البادة عبارة عن اشباه الفلزات من اشباه الفلزات انما طبعا اليود بادة مين الهالوجينات مركبات الكولوروفلوروكاربون الكاسيد النيتروجين بروميد المثايل كلوريد السوديوم اللي غلط عند هنا مين كلوريد مين كلوريد السوديوم ده عبارة عن ملح والبادة عبارة عن مسببات تأكل طبقة الوزون من مسببات تأكل طبقة الوزون اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي ترتيب الفلزات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي متسلسلة النشاط الكيميائي طبقة من طبقات الولاف الجوي شديدة التخلخل تتكون فيها الشهب الميزوسفير الطبقة الثالثة اسمها الميزوسفير شديدة التخلخل طبعا علشان بتحتوى على نسب قليلة من غازي الهيدروجين والهيليوم مقدرة الزرفية الجزء التساهمي على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية نحوها السلبية القهربية السلبية القهربية ما النتاج المترطبة على وجود حفريت المرجان في مكان ما أقوله الإجابة يبرقم جيم يدل على أن البيئة المعاصرة لتكوينها كانت عبارة عن بحر دافئة صوفية ضحلة ضحلة يعني نسبة الماء في أولئلة ندرس الأشكال الآتية ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منها الشكل الأولاني رقم واحد هنا عبارة أمومة اختبار تحتوى على حمد الهيدروجلوريك المخفف وهنا فيه شريط من الماغنسيوم في بولي هنا أكتب المعادلة المعبرة عن هذا التفاعل عندنا أول حاجة مين اللي هو شريط الماغنسيوم وإحنا عارفين الماغنسيوم رمزه مجي يبقى أول حاجة كده عندنا مجي دا الماغنسيوم زائد حمد حمد مين حمد الهيدروجلوريك المخفف الرمز بتاعه HCL والمخفف يبقى ضيل يبقى HCL وحط على السهم كده كلمة ضيل معنى مخفف ما عرفتش أكتبها بالعربي عند هنا ماغنسيوم هيبدأ هنا يحل محل الهيدروجين فيكون لإم جي HCL 2 زائد غزر هيدروجين هي دا صعد تعال نشوفه معادلة موزونة ولا لا عندي هنا في مجي واحدة مجي واحدة واحدة H هنا فيه اتنين يبقى هنا فيه زيادة هنا فيه نقص أحط نوع اتنين يامة النقص أصبح فيه اتنين H هنا فيه اتنين H اتنين CL هنا فيه اتنين CL يبقى كده المعادلة موزونة معايا اللي كون عندي دا عبارة عن اسمه كولوريد كولوريد ماغنسيوم وده عبارة عن غاز الهيدروجين هي تصعد وطبعا بكشف عنه عن طريق شازية مشتعلة يبدأ هنا يشتعل بفرقاب لهب أزرق رقم الشكل رقم اتنين الى اي نوع من الحفريات تنتمي هذه الحفرية الحفرية طبعا اللي قدامه دي بسمها حفرية اللي هي القهرمان وده عبارة عن حفرية كان كامل يبقى عندي هنا رقم اتنين رقم اتنين حفرية كائن كامل اللي هي عبارة عن حفرية القهرمان رقم ثلاثة هنا من الدين هنا ده عبارة عن جزء مية وده جزء مية تاني احنا عارفين جزء مية وعندي هنا مشاولة هنا بقول لما نوع الرابطتين رقم واحد واثنين الرابط رقم واحد دي بسمها رابطة تساهمية احدية الرابط رقم اتنين دي بين جزء المية وبين جزء مية تاني فبسمها رابطة هيدروجينية رقم واحد رابطة تساهمية احدية رقم اتنين رابطة هيدروجينية الرابطة الهيدروجينية بتحدث او بتتكون بين جزئيات المية وبعضها الرابطة الهيدروجينية بيكون اضعف من الرابطة التساهمية ورغم كده بيكون مسؤولة عن شزوز يعني اختلاف خواص المية عن السوائل الاخرى رقم اربعة ده عبارة عن جبل بيديني هنا ارتفاع الجبل الفين متر واللي هنا احسب درجة الحرارة عند قمة الجبل ودرجة الحرارة هنا عند سفح الجبل كام احداشر درجة موية اول حاجة عندي هنا الارتفاع ده لازم احوله بالكيلو متر الاول هحوله ازاي هقسم الفين متر على الف لان الكيلو في الف متر فاول حاجة هقوله الارتفاع الارتفاع بيساوي بيديني هنا ارتفاع الجبل كام الفين الالفين هقسم على كام على الف عشان نخليها بالكيلو متر هيطلع لي كام اتنين كيلو متر ده اول حاجة عملتها بعد كده اقول له مقدار الانخفاض في درجة الحرارة مقدار الانخفاض في درجة الحرارة بيساوي الارتفاع اللي انا جبته اللي هو كام اللي هو اتنين هتضربه في ستة ونص هتطلع لكام تلات عشر درجة ماوية بعد كده هو مدين الدرجة هنا عند صفح الجبل كام احد عشر لازم ابدأ بيها فاقول له درجة الحرارة اذا درجة الحرارة عند قمة الجبل لما يكون اعوز الدرجة اللي فوق باطرح بس لازم ابدأ هنا بمين ابدأ بالدرجة اللي هي موجودة عند الصفح اللي هي احد عشر لازم ابدأ بيها سواء كبيرة او صغيرة مائص الدرجة اللي انا جبتها كان من تلات عشر لما اطرح ده من ده هيطلع لي بالسلب خليبا سلب كام سلب اتنين درجة ماوية صوب ما تحتوي خط فيها العبارات التالية تتفاعل الهالوجينات موجودة في المجموعة سفن ايه مع مين مكونة املاح تتفاعل مع الفلزات زي فلزات الاقل الميلي بار واحدة قياس درجة الوزن طبعا الميلي بار ده واحدة قياس الضغط الجوي فانشيلها ونكتب مكانها الديبسون زيادة تركيز مين في مياه شرب يسبب فقدان البصر هشيله رصاص وقت مكانه الزيباق قارن بين عنصر اكس سبعتاشر يبقى اول عنصر عندنا اسمه اكس سبعتاشر وهي عنصر واي تسعتاشر يبقى اول عنصر عندنا اكس سبعتاشر العنصر الثاني واي تسعتاشر اول حاجة من حيث الموقع فيه الجدول الدوري تعال كده نجيب الموقع مع بعض تعال نوزع الاول كده انا عندي هنا السبعتاشر توزعها اتنين تمانية سبعة التسعتاشر توزعها اتنين تمانية تمانية واحد يبقى اول حاجة بقى ابدأ ايه اوزع الاول بعد كده هنا العنصره ده عشان اجيب مكانه اول حاجة اجيب له هنا اللي هي رقم الدورة رقم الدورة طبعا ده عدة ده واحد اتنين تلاتة يعني فيه تلات مستهد فقوله الدورة السالسة يبقى ده رقم الدورة الدورة الثالثة المجموعة عشان عرفها أبص على آخر مستوى آخر مستوى هنا فيه كام فيه سبعة يبدي المجموعة بتاعته يقول له المجموعة سبعة إيه أو ممكن أزياد أزود عليها عشر وأصبح كام سبعة عشر المجموعة رقم سبعة عشر إلي عجبك ده صح وده صح تعال نجيب هنا رقم الدورة 1 2 3 4 فيه كام مستوى فيه أربعة يقول له الدورة الرابعة الدورة الرابعة عشان أجيب رقم المجموعة هنا بص على آخر مستوى هنا فيه كام فيه واحد فيقول له المجموعة وان إيه أو مجموعة رقم واحد الحاجة الثانية اسم المجموعة التي ينتمي إليها عندنا طبعا هنا آخر مستوى فيه سبعة يعني معنا كده ده بيتبع مجموعة اللي هي الهالوجينات الهالوجينات أما هنا آخر مستوى فيه واحد بيتبع من الاقلاء هنيجي بعد كده تكافؤ كل منهما التكافؤ عشان عرفه هبص على اخر مستوى هنا فيه كان فيه سبعة فضلوا كمه يكمل التمانية فضلوا واحد يبه هو ده التكافؤ بتاعه يبه هنا تكافؤ احادي ده عبارة عن لا في لز احادي هنا اخر مستوى فيه كان فيه واحد هيفكده يبه ده عبارة عن عنصر احادي بس ده عبارة في لز يبه ده في لز وده ايه ده لا في لز ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ تعتبر كل القواعد قلويات طبعا كلام ده غلط العكس هو اللي صح العكس العبارة هو اللي صح تعتبر كل القلويات من القواعد النظام البيئي البسيط لا يتأثر بغياب أحد أنواع الكائنات الحية المتواجدة فيه طبعا كلام ده غلط طبعا النظام البيئي بيتأثر طبعا نتيجة إيه أن الأفراد بتاعته بكون عددها قليل الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية البعيدة يتراوح بين 315 إلى 400 نانو متر كلام ده غلط تصحيح بتاعها شيء اللي هي البعيدة وخليها إيه القريبة لو طلب منها تصحيح يبقى عندي هنا العبارة رقم 2 احنا هنا رقم واحد كده تصحيح بتاعها تعتبر كل القلويات قواعد ده التصحيح بتاعها رقم 2 النظام البيئي ممكن هنا أشيل البسيط وأقوله المركب المركب لا يتأثر الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية للأشعة مين اللي هي القريبة أشيل البعيدة وخليها القريبة طورة ظاهرة القرارة عند خط الاستواء هشيل خط الاستواء طبعا العبارة غلطي الأول كده هشيل خط الاستواء وخليها مكان هايه اللي هي القطبين القطبين الشمالي والجنوبي أعلن لما يأتي رقم واحد جزيء الماء من المركبات القطبية أي حاجة يقول لي مركب قطبي سواء النشادر أو المية اللي جابه أقول له لأن الفرق في السلبية القهربية بين عنصريه كبير نسبيا كبير نسبيا لأن السلبية القهربية بتاع المية الميزة ما احنا عارفين H2O سلبية الاكسوجين 3.5 سلبية الهدروجين 2.1 من 10 لما بطرحهم بيطلع للي يبقى عندي الاكسوجين اقولنا كام الاكسوجين 3.5 وعندي الهدروجين 2.1 من 10 لما اطرحهم من بعض يطلع لكاما يطلع لـ 1.4 من 10 فالفرق بينه هنا بيكون ايه كبير نسبيا رقم 2 الأرقام طبعا دي مش لازم احفظها رقم 2 الجزء السفلي من السطراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات رقم 2 لأنه خالي من الغيوم والاضطرابات الجوية وحركة الهواء في افقية للحفريات اهمية كبيرة فيها التنقيب عن البترول برقم 3 هقول له لأن وجود بعض الحفريات الضقيقة مثل الفرومانفرا والراديو لاريا الراديو لاريا في عينات الصخور يدل على ملاءمة الظروف لتكون البترول اذكر مثلا واحدة لكل منه رقم 1 حيوان سدي مهدد بالانقراض من البيئة المصرية خلي بنا من البيئة المصرية عندنا مثال كبش اروى كبش اروى حفرية اصر زي اصر قدم الدينصور او عندنا حفرية اللي هي اصر ايه الددان كل دي امثل العالميين على حفرية اصر يا ربكم فهمنا ما تنسوناش من صالح دعوكم كان مقم مصر طرق ولا اللي كان ان شاء الله في حلقة قادمة وبتوفي للجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته